نسبة لموضوع التكميم أنا دائما أحب أوجه الناس إلى أن التكميم يا جماعة جزء وليست الحل الوحيد للسمنة إحنا في عمليات السمنة ندور حول مبدأين مبدأ تقليل الأكل وهنا تدخل عمليات كثير من ضمنها التكميم من ضمنها البالون من ضمنها الكبسولة من ضمنها الكرمشة من ضمنها عدد لا لهاية له هنا المبدأ كله يدور حول تقليل كمية الأكل فقط لا غير في عمليات أخرى اللي هي تقليل الامتصاص هنا بندخل في عمليات تحويل المسار بأنواعها اللي هي فوق العشرين عملية إحنا في مرضى معينين موضوع التكميم بيكون عملية مناسبة وجيدة لا هذا الشيء لكن في مرضى مثل مريض السكر مثل المريض اللي عنده ارتجاع مريئي مثل المريض اللي يكون في عمر فوق الخمسين سنة ونسبة الإحراق عنده في جسمه بطيئة هذول الناس عمليات التكميم قد تكون مضرة وليست مفيدة في عمليات تسمى عمليات تقليل الامتصاص لازم نساعد المريض إحنا عمليات تقليل الامتصاص هي علاج لموضوع مرضى السكر النوع الثاني مرضى اللي عنده ارتجاع في أسفل المريض إذا أنت تسوي له عملية تكميم فأنت بتحول حياته إلى جحيم لسه أنا أمس مسوي عملية لوحدة مسوي عمليتين تكميم وحياتها جحيم تقول لي يا دكتور لما أجتمع مع صحباتي ما أقدر أقعد آكل معاهم لأنه التطريش ذابحني طول الوقت هذه تحتاج إلى عملية تحويل المسار فأنا اللي يهمني أنه الناس تفهم أنه العمليات الجراحية ليست ترند هي ما هي ترند هي حلول تعتبر في آخر المطاف لكنها حلول مقننة معلش